بداية بداية بنقول برج الحمل ايامك يا ربي ربنا يسعدها عانيت كتير في الفترة اللي فاتت كان في ضغط كتير جدا اقوى ما انت تقدر تستحمل كنت حاسس ان انت عليك عبق كبير جدا شلتك تقيلة مجهد بتعاني مفيش حد يشيل معاك مفيش حد ماشي وياك دايما انت اللي بتنور لنفسك دايما انت اللي بتساعد نفسك بترفض كمان المساعدة من غيرك يعني ما بتتقبلش ابدا ان حد يشيل معاك الشيلة بتاعتك مضغوط جدا عصبي حاسس ان الدنيا كلها جاي عليك كل ده يعني عايزين بس نبصله كده ونقوله باي باي معناش هنشوفك تاني يا هذا الاحساس معناش هنشوفك تاني مع انتش تقابلنا تاني احنا كمان رفضين ان انت تقابلنا احنا عايزين الروح الحلوة عايزين التفاؤل عايزين الامل عايزين الحياة تبقى حلوة معانا فان شاء الله هي بالفعل حياتكم هتكون احسن يا برج الحمل عايز اقول لكم كمان ان في عندكم افراح كتير جدا سمع لاخبار كويسة هتسعدكم واتدخل على نفسكم الصرور تستهلوا كل الخير وكل التحية على الاحتمال وعلى الصبر لكل اللي تعرض للخيانة والغدر من حبيب او ما شابه فربنا هيجبلكو حقوقو اصلا وانتو قاعدين انتو مش محتاجين ان انتو غير انكو بس تقولوا يا رب انتو مش محتاجين حاجة اكتر من كده فاكسروا من الاستغفار وقلت يا رب ان شاء الله كل اللي جاي خير عايزينك تكون حريص جدا على خصوصياتك يا برج الحمل ما تأمنش للناس بسهولة وما تديش سرك لحد لان في ناس وانت تحسبهم اصدقاء او معارف وبتحكي لهم سرك اول بول بس هما مش او فياء او في فترة من الفترات هيستخدموه ضدك فاتراجع عن هذه العادة ما تستمرش فيها حاول ان انت توقفها لانك هتعاني منها بعد فترة فحاول ان انت تقفل على نفسك ويعني مش تقفل على نفسك من ناحية الاجتماعيات تقفل على نفسك من ناحية الاسراء من ناحية الدواخل نفسك ما تبعش لحد يعني شخص موثوق فيه جدا 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 ومجربوا ستمائة الف مرة طبعا مفيش حاجة اسمها ستمائة الف بس ما علينا يعني حاولوا ان انتوا تكونوا اكتر حيطة واحتفاظ بالسر بتاعكم لنفسكم اللي منكم بيحاول ان هو يفتح مشروع جديد او عايز بيفكر ان هو يغير نشاط عمله وعايز ان هو يلجأ لنشاط جديد او منظومة جديدة حتى في الشغل ان هو يلجأ لها في انه يعمل شغل جديد عشان يحسن الدخل ويحسن الاوضاع احب ابشارك بان ده احسن وقت ممكن تعمل في حاجة زي كده الموضوع هيبقى ناجح جدا المشروع هيبقى ناجح جدا وان شاء الله هتشوف فيه كل الخير وهيكون له بوادر كويسة جدا في القريب العاجل اه الام القلب وقلام السدر ومتاعب النفس كل ده هيتصلح ان شاء الله في الايام اللي جاية فيه طاقة استشفاء صحيا وروحانيا عندك يا برج الحمل اه فيه بعضكم بيعاني من اسحار شيطانية اتأذى فيها بسبب حبيب يا اما حد كان عايز استحصل على الحبيب ده فعمل لكم انتو العمل او من حبيب سابق حاول ان انتو مطرحوش لغيره فعمل لكم برضو العمل اه او عمل لكم سحر يعني السحر ده مقفل الدنيا رابط الحال اه ربنا يقزي المؤذيه ويدي له علاقة دنيته ويرد كده في نحره ان شاء الله في الايام اللي جاية وفي جلسات الاستشفاء اللي انتو بتعملوها واللجوء لمعالج على حسب اللي باين قدامي ان انتو فعلا بالفعل لاجئين لمعالج علشان يعالجكم للامر ده لانكم بتعانوا جدا منه فاحب اقول لكم ان شاء الله ربنا هيبعط لكم الشفاء ده وهيكون فيه مرضوط حسن ان هيكون فيه نصلاح للحال فك للربط فك للوقف الحال الحاجات دي هتتفك ان شاء الله وخلاص ان شاء الله ايامكم هتمشي بسلاسة وبراحة تمة فيه منكم عنده بناء يعني زواج خطبة وفيه كمان اللي اتعرضوا للخيانة والغدر بسبب علاقة السلاسية فيه زوال الغم والغيوم اللي كانت مع الشيشة فوق العلاقة ديت فيه رحيل الشخصية التالتة في العلاقة ديت وانفراض بينكم وبين حبيبكم او حبيبكم اياكم هتشوفهم سعادة كتيرة وهناء كتير وراحة نفسية كبيرة جدا في الايام اللي جاية اشتركوا الصبر معدشkę لقليل جدا 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 على تحقيق احلامكم على تحقيق اللي انتو بتتمنوه بالنسبة للمنفصلين او انفصال او طلاق فهنشوف القراءة بتاعتهم بتقولين ايه طبعا تواضح ان الطاقة بتاعتكم نافرة يعني حاسين ان مفيش حاجة مفيش رجوع حاسين باليأس حاسين بالاكتئاب فده بيدي طاقة نافرة ان هي بتنطر كده تمام فعايزين نقول ان في رجوع للحبيب في رجوع ومصلحة واعتراف بحقكم واعتراف بان الصلحة احسن حاجة ورؤية منه ان هو ظلامكم فان شاء الله ده خير كمان بالذات لشخصيات نسائية من برج الحمل واللي تم اطلاق بفعل شخصيات نسائية من عيلة الزوج الكلام اللي ديت بالذات بقول لها ان الحما ديت او الشخصية النسائية ديت عارفت بقيمتك وعارفت ان هي ظلامتك وقدي كده هي تعبت وقدي كده هي تعذبت وهتساعد الزوج او الشخصية ده اذا كانت في علاقة حب او خطبة او زواج فهي هتساعده في انه يرجع لك تاني وهتستندم جمد جدا يا جوز ان هي مش هتبينه مش هتقول ده صراحة ولكن هتقوم بتساعد من الخفاء فيه كمان تعاون كبير جدا بين اطراف كتير علشان خاطر يرجعوكم لبعض بالنسبة للشخصيات المنفصلة والمطلقة من برج الحمل ففيه ناس كتير هتتكتف عشان ترجعكم لبعض وترد الحياة الطبعية بينكم وبين بعض السابق عهدها وبعد تماما 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 لفكرة الانفصال من تاني ومن جديد عايزين نشوف بالنسبة لي حبيبي العزاب ومتأخرين الزواج فعايزين نقول لهم طرائدكم يا عزاب ويا متأخر الزواج فبقول لهم ان فيه بشة خير فيه ان شاء الله عرسان عالباب وعرايس عالشباك زي ما بيقولوا ان شاء الله هتشوفوا هنا كتير ان شاء الله فيه اختيارات كتيرة هتكون قدامكم فيه انصلاح لحالة العاطفة عندكم يا عزاب ويا متأخرين الزواج بعد كمية كبيرة جدا من اليأس والتعب والملل فيه بادرة جديدة ان شاء الله هتظهر في حياتكم في الفترة الاول يونيا ديت هتشوفوا كتير يعني فقل وفقل وفقل حسن هتشوفوا كتير بشارات خير ان شاء الله قدامكم منها كمان يعني اللي يعزز الفكرة ان كمان هيكون في محيط اسرتكم فيه حالات زيجة وحالات خطبة كتير فده هيعزز الفكرة ان انتو الدور جاي عليكم ان شاء الله فليكم كل الخير وكل السعادة بالنسبة للعزاب فهيظهر في حياتكم اكتر من شخص بيعرضوا عليكم الحب وهيكون ليكم الاختيار الاول والاخير في اختياراتكم للاشخاص اللي انت عايزين ترتبطوا معاهم بعلاقة وثيقة وتدخلوا معاهم في علاقة جدة يعني تمام بالنسبة لحظكم في الشغل زي ما احنا قلنا ففيه بدايات مشاريع وفيه تغيير لمجال العمل او مكان العمل وده هيكون له مدلول كويس اوى عليكم فيه خير كتير جدا لجميع مش شرط كمان برج الحمل بس بما اننا منتكلم عن برج الحمل فخلينا نتكلم عنه باستفادة اكتر طبعا زي ما انتم عارفين برج الحمل ان شاء الله ان شاء الله يا رب في الايام اللي جاية انتظرت كتير وكان في انتظار كتير لفلوس المفروض ان ايها كانت تيجي انت كنت قاعد بتستناها بس ما جيتش للأسف في الموعد اللي انت كنت منتظرها فيه فهي تأجلت بس مش تم الغاها فان شاء الله فيه وصول ليها وفيه تحسنات مادية كبيرة جدا بالذات لنساء برج الحمل فيه علاقات حب كتير لاشخاص كتير من برج الحمل مش للشخص واحد طبعا ان شاء الله وهتكون علاقات نجحة تماما معظمها علاقات دوء امروح معظمها هيحصل فيها ارتباط كامل ان شاء الله فيه عزيمة كبيرة هتدخل حياتكم هتحسوا دايما انكم عايزين تشتغلوا وعايزين تكتهدوا وعايزين تنتجوا اكتر واكتر لان هيكون فيه معنويات مرتفعة جدا لبرج الحمل ان شاء الله في الفترة اللي جاية بتمنى لكم كل الخير وبتمنى لكم ان انتم تركزوا على حاجات معينة تركزوا على انكم تهتموا بصحتكم ركزوا كمان على انكم تحفظوا اسراركم كويس قوي بدايتكم لاي مشروع ما فيش جاعة تقولوا عنها لحد لما يبقى المشروع ينجح ويتقدم هو اللي هيعرف عن نفسه ان شاء الله ايامكم الجاية كلها خير يا حملان ويا حملان من ضج الحمل اصحاب برج الحمل من الاناث والظهور ان شاء الله كلكم لكم الخير بحبكم لله وفي لله ونفس ان انتم دايما كلكم تكونوا موجودين معايا ما تنسونيش من اللايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس دوسوا على زرارة سبسكرايب لو انت اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة